اسمعوا لي هالمنبطح شو بيكتب لاني انا انتقادت عطر وقلت عنه ما بيعجبني وما حلو بس قلت رأيي الشخصي طلع يا معلم يتهجم علي وبيسيبني وبيجتمني اسمع بلك انت القرباطي مش فاهم شو يعني قرباطي روح اشتري انهل بغزي شو جايبك لعند اهل العطور مين حطك تحكي عنه العطور يا زلمي ربيان بسوق الجمعة وجاية تفزلك ارتو باريسي من افخم واجمل العطور هذا الغرباطي اخره عطور حنين جنين ما بعرف اول شي بالنسبة لغزي اتشرف انه اجيب شي من غزي انه غزي العزي بتوزع على الكوكب شرف وكرامي ومش محتاجين عطر هن معطرين من عند الله اتنين انه بسوق الجمعة او بسوق الاحد انا ربيط زلمي وان ما اكون ربيط ربيط زلمي وطلعت زلمي من ظهر زلمي وبعرف مين ابوي بس انت يمكن ما بتعرف اتنين او اخيرا بالنسبة لأورتو باريسي لعطر تي روني حكيت عليه رأيي الشخصي انتي منبطح وبتحبه وبتعشأ وبتعبده استغفال الله العظيم هذا شي بيرجعلك تصفيك وبيعطوره قريصي وبعطوره كلها اخر همي ولك لانه انا بحكي رأيي عجبك اهلا وسهلا ما عجبك عمره اللي يعجبك حبيبي احنا مش منبطحين ومش عبيد للماركة ان كانت ماركة غالي او ماركة كبيري او ماركة اديني طص طزي تلاتي ما بتهمنا انا بحكي رأيي وبحرية وإذا لم تشاهدك بك رأيي فيك لا تشوفني وتعملني بلوك وروح ما تقبلنيش يا كديش باي